عموما مرة تانية شكرا جزيلا نهاردة هنتكلم في حلقتنا عن حاجة مهمة جدا محدش تكلم عنها بالمناسبة وحفتح مع حضراتكم ملفات كثيرة وأمور هنتكلم فيها سواء في الانترو اللي هتكلم فيه مع حضراتكم أو مع ضيوفنا إن شاء الله في البيت الكبير النهاردة لكن في البداية عايز أفتح مع حضراتكم ملف شائك هو ملف شائك أنا عارف حيطلع فلان يقول مش عارف إيه وحيطلع اللان يقول كذا ويهبد ويدبد والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ما بيفرقش معايا الكلام ده النهاردة عشرين تسعة قبل بداية مباراة السوبر بشهر وعشر تيام أو بشهر وتمان تيام أهو قبل كل الناس حتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر وقبل الهنب سنة زي ما بيقولوا عشان ساعتها لما يجي وقت الأزمة الناس اللي حتطلع تشتمني النهاردة بالليل وبكرة يرجعوا يقولوا يا الله طب ده إسلام كان بيتكلم صح خلاص أنا بقولك هو من يوم عشرين تسعة قبل ما الأزمة دي تفرد نفسها وتكون ونكون عاملين حسابنا ومجهزين أمورنا كالعادة في الفترة الأخيرة في تضارب كبير جدا في المواعيد بشكل غريب هتقول لي مواعيد إيه هقولك جايلك في الكلام دلوقتي لكنه هو تضارب من نوع مختلف بيدل إن إحنا عندنا للأسف للأسف أن لا يوجد تخطيط الناس عندها حلم إن الكسل الغريب مش عارفة بص في الورقة أو معرفش معرفش طب الأجندة الدولية فين مكسلة بص أشوف منتخباتي حتلعب إمتى أنا كمسؤول يعني في اتحاد كرة القدم تحديدا في المنتخب الأولمبي طيب خلينا نشوف ارتباطات المنتخب الأولمبي ونحدد مواعيد المباراة المهمة يعني إيه يعني أنت بتقول لي يا عام إسلام الكلام ده كله ما لك داخل سخنة على نهاية قوي كده ليه طب ما تفهمنا القصة الأول هقول لحضرتك حالة مباراة السوبر المحلي اللي حتلعب ما بين النادي الأهل ونادي الزمالك يوم 28 أكتوبر اللي جاي في الإمارات وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين من الممكن أن تكون أو يكون هذا المعاد متضارب مع موعد مباراة المنتخب الأولمبي في أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة البرازيلي ميكالي من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هتتلعب فين؟ هتتلعب في المغرب واللي هي بالمناسبة مؤهلة لأولمبياد باريس المقرر إقامتها يوم أو سنة 2024 بن شاء الله يعني مفروض أن منتخب مصر الأولمبي سيواجه الفائز من مباراة سواتيني وبوتسوانا في مواجهة الدور التاني من تصفيات البطول احنا مش لعب في الدور الأول خلاص طيب مش لعيحنا الحمد لله تصنفنا عالي للناس اللي كانت بتسأل خلينا في المنتخب الأولمبي طيب هذه المباراة تحدد لها أي أحد أيام من 28 إلى 30 أكتوبر طيب يا جماعة يوم 28 أكتوبر ده مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك مواجهة قوية وتنتظرها كل جماهير كرة القدم المصرية في العالم كله الأهلي والزمالك عندهم كم لاعب جوه المنتخب الأولمبي طيب هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده ليه ما فيش تخطيط وفيه عشوائية واضحة قوي لكل الناس أو أتمنى أتمنى أن ما يكونش طبعا فيه عشوائية ترجمة نانسي قنقر